أعداد القتل والجرحة في صفوف المدنيين في اليمن تواصل الارتفاع بسبب استمرار الحرب التي تدخل شهرها الحاد عشر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعا إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة بسبب تدهور الوضع الإنساني بمناطق عدة في اليمن ستيفان أوبراي نائب الأمن العام ومناسق شؤون الإغاثة والطوارئ قال منذ شهر مارس أدر الماضي سجلنا أكثر من 35 ألف قتل بما في ذلك ما يزيد عن 6 ألف حالة وفاة تم إعلانها من قبل المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد الأمم المتحدة أكدت مقتلى 2997 شخصا على الأقل وجرح 5659 أخرين في صفوف المدنيين إغلاق الموانئ اليمنية من قبل قوات التحالف الدولي الذي تقوده السعودية زاد في تدهور الوضع الإنساني قبل الحرب اليمنية كان البلد يستورد حوالي 90% من المواد الغذائية الأساسية حسب تقرير للأمم المتحدة الأطراف المتصارعة تستهدف المدنيين في الحرب التي تدور رحها في اليمن الأحدى الماضي قصف الطيرون السعودي مدينة كوكبان الأثرية ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين وجرح العشرات الأمم المتحدة لم تخفي غضبها من الموقف السعودي الأسبوع الماضي حيث دعت الرياض إلى إبعاد فرق الإغاثة الدولية من المناطق التي تخضع لسيطرة المتمردين الحوثيين في الوقت الذي كانت قوات التحالف تكثف من ضربتها الجوية الأمم المتحدة رفضت تبني الموقف السعودي ولا يمثل هذا أول خلاف بين المنظمة الأممية والرياض بخصوص نقل المساعدة الإنسانية ثمانون في المئة من سكان اليمن يعانون من نقص التغذية والأدوية خلال عشرة أشهر وصل عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية إلى مليون ونصف المليون شخص حسب منظمة اليونساف